السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام نتحدث اليوم عن جديد القوانين العقارية في تركيا الآن من قوانين جديدة تلوح في الأفق فبعد عام 2023 تخطط تركيا للتحديد الجديد من القوانين حول تقييد العقارات التي يتملكها الأجنبي في الأراضي التركية مما يعني أن تركيا الآن تسعى على تحديد أو تقييد إمكانية التملك العقاري للأجنبي داخل الأراضي التركية وذلك بمنع أن يتملك الأجنبي أو جنسيات معينة من تحديد مواقع أو قرى أو مدن في داخل الولايات في تركيا من حيث قدرة التملك فيها وذلك انطبق ذلك ويؤثر على الموضوع المتعلق بالتجنيس إخواني الكرام هذا الموضوع قد يبدأ في عام 2023 فقد بدأت تركيا من اليوم بوضع قوانين جديدة حول الإقامات السياحية حيث بدأت بإيقاف الإقامات السياحية في غالب المناطق التركية وقد صرح وزير الداخلية التركي سولو حول أنه تم إيقاف ومنع تملك وشراء واستيجار أو حتى تأجير للأجنبي أي من العقارات أو عرضها للبيع في أكثر من 1200 منطقة ضمن الولايات الواحدة الثمانية داخل الجمهورية التركية وبناء عليه بدأت هناك قوانين تطبق الآن في جميع أنحاء تركيا بإجبار الأجنبي أن يتملك على الأقل قيمة العقار 75 ألف دولار حتى يحصل على الإقامة داخل الأرض التركية نهيك عن قوانين أنه ينجبر على المواطن أو المقيم الأجنبي مغازرة تركيا في حال تم إنهاء التعليم أو الدراسة داخل الجامعة التركية وبناء عليه فذلك يحيد